أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالمجان لـ 146 920 مواطنا من خلال 122 قافلة طبية تم تنفيذها خلال شهر رمضان وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية أوضحت الوزارة أنه تم إجراءه 21.551 تحليل دم وتفايليات وأشعة وعقده 29.765 ندوة تفقي فيها لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين كما تم تحويل 1.171 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة وإجراء إجراءات اللازمة على نفقة الدولة اشتركوا في القناة